أثارت لعبة بوكيمون جو الشهيرة قلق لعبها أخيرا بعد إطلاقها تحديثا جديدا يعرض خصوصية البيانات المخزنة على هواتفهم للخطر ووفقا لما نشره موقع كوميك بوك فإن اللعبة الشهيرة حاولت من خلال التحديث الجديد أن تحكم الخناق على ما يحاولون الغش في اللعبة من خلال القيام بكسر الكود المصدري لنظام تشغيل أندرويد على هواتفهم الذكية أو ما يسمى راوتينغ عبر مسح أسماء الملفات الموجودة على الهاتف للتأكد من أنه لا يوجد عليه أي من تلك التطبيقات